ما أن تطل علينا صبيحة عيد الفطر المبارك حتى تتزين السليمانية بتقوص العيد من الصلاة وصلة القربة وصولا إلى السيمة الأجمل وهي فرحة الأطفال بسكاكرهم وألعابهم التي تعطي للعيد نكهة خاصة عيد مبارك على جميع الكردستانيين والمسلمين أينما كانوا أتمنى إدامة الأمن والاستقرار في كردستان وأن يكون العيد فرصة للتسامح ونشر المحبة وإنهاء جميع الأزمات ومع استمرار الأجواء الموطرة في السليمانية حمل معه العيد هذا العام أماني باستدامة الأمن والاستقرار في كردستان بينما حرص آخرون على تبادل أتهاني والتسامح ونشر المحبة في تجسيد لروح العيد المباركة عيد مبارك على الجميع أنا قاد من منطقة هورمان إلى هنا لدي ثلاث أطفال لذلك استيقظوا منذ الصباحة لإحضار أولادي إلى هنا وأفساح المجال أمامهم للعب فالعيد يعني فرحة الأطفال وضحكاتهم وهم يأخذون العيدية والسكاكر ومن ثم ينطلقون للعب واستقبلت السليمانية الآلاف من السياح والوافدين من محافظات وسط وجنوبي العراق والباحثين عن أجواء الاحتفال بالعيد وسط خطط أمنية وخدمية وسياحية كانت الإدارة المحلية في المحافظة قد أعلنت عنها في وقت سابق لقناة زاكروس ديفيشيار محمد السليمانية